سيف الدين هيتنا بداية وكيما قلنا يوم السبعة جنفي هو يوم الشهيد الفلسطيني وقبل ما نعطيكم الكلمة وبشنبدا معك سليح الدين الديودي الشهيد يوم الشهيد بالنسبة للفلسطين احنا الدماء الشهداء اللي وريقت والدماء هذية العزيزة والغالية لأجل القضية الأسمى والأغلى والأعلى هي دماء كل العرب راهوا كيف نحكيه على الشهداء لأجل القضية ما نحكيهش فقط على فلسطينيين نحكيه على التوينسا ومغاربة وجزائريين ومصاروة وبحرينيين واماراتين وكويتين وليبيا ويمنيين ومن كل العالم العربي ما فمش بلاد عربية عزت على أرض فلسطين شهيد أو عزت عليها واحد من ولادها كلهم كانوا فداء القضية هذا ما يزمنش ننساوه هذا كيف نحكيه على الشهادة لأجل الأرض الفلسطينية لا نستثني أي بلد عربي ولا نستثني أي شعب فما شعوب أخرى أحرار كذلك ما هيش عربية وما هيش مسلمة وأريقة دماء وكان فما دم شهداء منهم لكن كل بلد عربي سلح الدين داودي قدم شهيدا وشهداء لأجل الأرض الفلسطينية العزيزة نعم لثلاثة أسباب على الأقل بلا شك نعلي هذه القيمة الرمزية والمعنوية والاستراتيجية لكل شهدائنا أينما كانوا القيمة الأولى أو السبب الأول هو أن قيمة الشهداء بالنسبة إلينا هي أصلا قيمة استراتيجية لماذا؟ لأن مفهوم الشهيد بالنسبة لهذه الحضارة المقاومة هو يدخل ضمن أدبيات وضمن استراتيجيات التحرير وبالتالي الشهيد هو عامل استراتيجي ونفسي ومعنوي وعامل قوي لتصعيد العمل الميداني التحريري العمل العسكري والعمل السياسي وليس فقط مجرد شهيد بالمعنى التاريخي وبالمعنى المادي المتعارف عليها البسيط لأن الشهيد هو يشهد على وقاع تاريخية معينة وأيضا للشهيد رمزية إخلاقية ودينية ثانيا يكاد يكون كل يوم في تاريخ هذه الأمة يوم يحتفى به أو فيه بذكرى لشهيد ما وخاصة طبعا نحن لا نميز أو نميز بين شهيد وآخر ولكن أحبابنا مكرهنا ثمت شهداء قادة ذوي قامة عالية جدا ومؤثرين جدا في سياقات عديدة وثمت بالطبع عدد كبير من الشهداء نحن دائما نقول شهداء معركة كذا أو معركة هذا يمكن أن يكونوا في الصفوف الأولى قادة ويمكن أن يكونوا ضحايا لعمليات عدائية وعدوانية المسألة الثالثة قبل أن أنسى نحن نظرتنا وحدوية على أي مقياس كان على مقياس أممي مقياس إنساني مقياس قومي مقياس عربي مقياس وطني على كل المقاييس إسلامي ما شأتي كل مقاييسنا هي مقاييس وحدوية وبالتالي لا فرق لدينا بين شهيد في بنجردان وشهيد في حلب وشهيد في توباس أو في طول كرم أو في القدس أو في بغداد في الموصل في أي مكان كان أو في صنعاء أو حتى في كاركاس أو في بوليفيا أو في أي مكان ولذلك أردت أيضا أن أحيي الجيش العراقي الوطني البطل في ذكراه رقم 103 البارحة والجيش العراقي البطل يرمم نفسه بعد العدوان الكبير والكاسح الذي أراد إسقاطه وتخريبه منذ سنة 2003 وبطبيعة الحال هذا أيضا يبين لنا أن طبيعة هذا العدوان المركب الصهيوني الأمريكي الإرهابي إلى آخره هو يستهدف أكثر ما يستهدف البناء المادية الصلبة لدولنا وهذا عرفناه منذ سنوات ولعدة سنوات فارطة الآن وبشكل موجز هذا اليوم يوم 7 جامفي أو يناير هو يوم مميز في ذاكرة الشعب الفلسطيني وكل الشعب العربي وشعوب الوطن العربي والأمة العربية باعتبار أنه شهد ارتقاء أول شهيد فلسطيني فيما يعرف بالثورة الفلسطينية المعاصرة وهو الشهيد القائد أحمد موسى سلامة في واحد جامفي 65 وأقر هذا اليوم يوم وطني فلسطيني عام 69 من طرف منظمة التحرير الفلسطينية وكان الرجل في ليلة جمعة 31 ديسمبر 64 خرج في عملية معروفة باسم عيلبون تفجير نفق عيلبون وكان ينتمي للعاصفة قوى العاصفة وهي الجناح العسكري الأول لحركة التحرير الفلسطينية فتح بالطبع منظمة التحرير أيضا قريبة جدا من هذا الجو من هذه الأحداث بالطبع بعد ذلك الفصائل الفلسطينية المقاومة كلها ما هي قيمة هذه العملية هو أن العدو الصهيوني كان يعمل عبر هذا النفق على نقل مياه الأردن عبر نهر الأردن إلى سحراء النقب وبطبيعة الحال ثمت حركة توسعية استعمارية استخلائية استحلالية نحن في العادة المصطلح المتداول الآن هو الاستيطان ولكن الاستعمار أو الاغتصاب عبر هذا النهر وبطبيعة الحال أيضا في كلمتين أيضا إلى الضفة الغربية كلمة عن العيلبون هذه هي قرية فلسطينية الأستاذ فيما بعد سوف ربما نتحدث عن هذا الأمر قليلا هي قرية فلسطينية عربية تم تهجير أهلها سنة 48 وهي تقع غرب بحيرة طبارية احتلت وارتكبت فيها مجزرة كبيرة وبعد حين سوف نتحدث لأن الأمم المتحدة في ذلك الوقت اتخذت قرار بإعادة هؤلاء الذين ذهبوا إلى لبنان وعاد عدد قليل منهم وقتل أغلبهم في الطريق لأنهم جاءوا سيرا على الأقدام ولم تعد الغالبية منهم هذه إذن في كلمتين قيمة السابع من شهر جانفي يوم الشهيد الفلسطين رب يرحم كل الشهداء سيد عميد توفيق حتى لا أكرر ما قاله أستاذ رب الكريم أنا أريد أن أذهب مباشرة إلى الأمور الفعلية والمرئية لما نقارن بين مراسم تشيع شهداءنا بسفة عامة في المقاومة اللبنانية أو في غزة ماذا نشهد؟ عرس عرس وقسم واستعراض عسكرية ونخوة وشبوخ لما نشهد مراسم تشيع الصهاين العصابة الصهيونية مسلحة بكاء ونحيب ومعنوات منهارة هذا يعطيكم فكرة عن الفرق بين من يستجهد من أجل أرضه ومن أجل تخليص أرضه من الاختصاب ومن الصهيونية ومن يموت كأنه جيش انكشاري كأنه مدفوع الثمن هذا هو الفرق إذن أنا أرى أنه لا تحر الأراضي إلا بإراقة دماء نبيلة دماء شريفة كل حركة تحر دفعت ضريبتها من الدم دائما ما هو إيجابي عثرت على شريط فرنسي ممنوع من البث فيه باحث يتكلم بالوثائق عن ما قام به الجيش الفرنسي المقتصب في الجزائر عقيد قتل في يوم واحد أثناش نلف جزائري في قرية قتلهم وباع أغنامهم وأبقارهم وهو يرد الخبر لقيادته معناه يرد الخبر مكتوب معناه أمور رسمية وسأضعه هذا الشريط سأضعه على منصتي حتى يعني يكتشف العالم العربي فداحت هذا المقتصب الأمور ليست في غزة بدأت سبع أكتوبر لا الأمور عام ٤١١ الأمور عمرها الآن خمسمة عام من الاختصاب ومن القتل وهذا الغرب الجائر هذا الغرب ما فعله بنا المشكل الآن يجب علينا كدول عربية واسلامية أن نثمن دم هؤلاء الشهداء وأن نعطيهم حق قدرهم حتى في تونس حتى في بلدي يعني أنا أستغرب كيف أن عديد التونسيين لا يعرفوش أي مساعدية ما يعرفوش معناها ما صار في جبال مكتر ما صار في جبال يعني في جبال السرج يعني وهناك أنا أعرفو كان نصب تذكاري في منزرت لا مش صحيح مردي في القفصة لأي شهدانة في كل مكان يعني الآن جاء وقت فعلا هذا دم الشهيد الفلسطيني أيقظ فينا يعني هذه النخوة والرجوع للأصل نحن لن نتحرى ونحن من ننعمه فيه اليوم معناها من رغد العيش ومن رغم صعوباتنا ورغم كل شيء لكن نحن الآن في دولة حرة وشعب ينعم بحريته إذن لا بد أن نعطي لهذا الشهيد حقه سواء في تونس أو في فلسطين أو في لبنان أو في العراق كما قلنا مليون شهيد في العراق جاء وقت لنعطيهم حقهم لأن بفضلهم معنا نحن الآن في هذه الوضعية واضح أستاذ حمد العربية سمح إذا حبينا نتحدث على الشهيد أو نكرم الشهيد أو نقول أجمل ما قيله عن الشهيد قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون يازب أن لا ننسى هذا وأستحذر ما قاله يحيى السنوار في آخر مقابلة يبدو لي سمعت منذ مدة يقول نحن لا نخشى الموت إذا خشينا الموت فنحن نخشى الموت الذي يكون في منازلنا نحن نحب أن نموت في ساحة الوغاء وأنا أتكلم سماح في هذا الأوان في هذه الساعة ويأتينا خبر وفاة صحفيين في خان يونس ابن وائل الدحدوح وصحفي آخر يدعى مصطفى ثورية هؤلاء قتلوا معنتها واستشهدوا قبيل حديثنا عن يوم الشهيد معناها هذه والشهداء الفلسطينيين لديهم ميزة هم يستقبلون الموت وهم يضحكون هم يستقبلون الموت وهم يعلمون أنهم لم يموتوا هم شهداء في سبيل الوطن يعلمون قيمة الأرض يعلمون قيمة العرض يعلمون ما هم فاعلون لذلك في حروبهم تجدهم معنتها ناس يستقبلون الموت بكل راحة نفسية عكس الكيان المحتل وجيشه الذين وصلوا بهم الأمراض النفسية والعنف الزوجي وصار فيهم ما صار تونحكيوا على ما حصل لهم الشهيد كلمة الشهادة هي كلمة وصك كبير وكبير جدا ومن يدافع عن أرضه ويدفع الغالي والثمين أغلى ما عنده الإنسان هي حياته يدفعها لأجل هذا الوطن فالشهيد هو البطل رقم واحد الذي يجب أن ننظر إليه بغاية الإكبار لذلك نعاود نقول لك كرمه سبحانه وتعالى واعتبره حيا يرزق لا تحسبن عودة الإخرانية لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون